تنفيذاً لما ورد في كتاب التكليف الملكي للحكومة بإلاء اللامركزية الأهمية القصوى أقر مجلس الوزراء نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات المزيد في هذا التقرير قسم نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات في المملكة إلى 145 دائرة انتخابية قصص لها 270 مقعداً على مستوى المملكة العاصمة عمان قسمت إلى 31 دائرة خصص لها 41 مقعداً فيما قسمت محافظة إربد إلى 22 دائرة وخصص لها 39 مقعداً أما محافظة البلقى فقسمت إلى 12 دائرة وخصص لها 21 مقعداً ومحافظة الكرك قسمت إلى 10 دوائر وخصص لها 21 مقعداً ومحافظة معان قسمت إلى 8 دوائر وخصص لها 16 مقعداً ومحافظة الزرقاء قسمت إلى 13 دائرة وخصص لها 30 مقعداً ومحافظة المفرق قسمت إلى 18 دائرة وخصص لها 25 مقعداً ومحافظة الطفيلة قسمت إلى 6 دوائر وخصص لها 14 مقعداً ومحافظة مأدبة قسمت إلى 6 دوائر وخصص لها 15 مقعداً ومحافظة عجلون قسمت إلى 7 دوائر وخصص لها 19 مقعداً ومحافظة جرش قسمت إلى 6 دوائر وخصص لها 15 مقعداً ومحافظة العقبة قسمت إلى 6 دوائر وخصص لها 14 مقعداً كما تم تخصيص 27 مقعداً للنساء في جميع محافظات المملكة وزعت بواقع أربعة مقاعد للعاصمة عمان وأربعة مقاعد لمحافظة إربد فيما خصص ثلاثة مقاعد لمحافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء خصص لها مقعداً ومحافظة الكرك خصص لها مقعداً وخصص لمحافظة معان مقعداً ومحافظة المفرق خصص لها مقعداً ومحافظة مأدبة خصص لها مقعداً ومحافظة عجلون خصص لها مقعداً ومحافظة جرش خصص لها مقعداً وخصص لمحافظة الطفيلة مقعد واحد وخصص لمحافظة العقبة مقعد واحد